اهلا بكم اعزائي المشاهدين اينما كنتم مع حلقة جديدة من حوارات المدانة نستضيف فيها لهذا اليوم مع الوزير المالية الاستاذ هشار زيباري نناقش معه الازمة المالية وملف الموازنة العامة والعلاقة بين بغداد والاقليم وملفات اخرى نتناولها سوية رحبوا معي بمعالي الوزير اهلا بك اهلا وسهلا اهلا بك الحمد لله اهلا بك يعني بالبداية دعني اسأل معالي الوزير هناك سؤال يرود اغلب العراقيين حاليا هل نحن دولة مفلسة لا الحمد لله احنا مو دولة مفلسة وصحيح دا مر بظروف مالية صعبة وازمة عميقة حقيقة ما ليت انطباع غير صحيح لكن العراق عنده امكانيات عنده مصادر عنده فرص هائلة يعني ما تقدر توصفها بانه بلد مفلس لا ابدا اراداتنا الخفضة بسبب اعتمادنا عن نفط اسعار النفط تراجعت اكثر من خمسين بالمية ولذلك ميزانيتك خفضت خمسين بالمية لازم تتعامل مع هذا الواقع الجديد لكنكم تتحدثون يعني رئيس الوزراء المسؤولين الاخرين يتحدثون بلغة مرعبة للناس يعني الشعب بات لديه خشية من انطباع الرواتب لا حقيقة لازم نكاشف الشعب بالحقيقة يعني احنا الحكومة سود اولويات انه هاي من المحرمات المفروض الموازنة الدولة اتغطيها الرواتب المعاشات يعني بشكل عام المتقاعدين الدواء الدفاع رقم واحد يعني حرب ضد داعش او مواجهة داعش جهد العسكري هذا كله اولوية عدنا تقريبا الدواء والغذاء هاي الاساسيات المفروض الموازنة تعطيها والحمد لله لحد الان نجحنا احنا كانت عدنا مخاوف حقيقية في 2015 لو لا اجراءات الحكومة اجراءات وزارة المالية الضغط الشديد على النفقات العامة وتخفيض كثير من الامور حتى نوفر سيولة مالية للبلد واحنا هسا الحمد لله بشهر 11 راح نعدي هذه السنة بخير وقدمنا موازنة جديدة لـ 2016 موجودة بالبرلم نعود للموازنة معالي الوزير لكن بالتفكير بأحاديث أحاديث رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزي رئيس الوزراء يتحدث عن عدم كفاية الإرادات النفطية للرواتب تحديدا السيد رئيس البنك المركزي يتحدث عن أن الموجودات والاحتياط المركزي يكفي لستة أشهر مثلا هذه مثل هكذا تصريحات برأي الكثير أنها أصبحت فتار للرعب هو شوف أتصور أدنى مشكلة يعني هذه التصريحات الرسمية هي تصريحات فنية صحيحة يعني من خبراء واقتصاديين وخبراء في المال والاقتصاد والنفط يعرفون بهذه المسائل الواطن البسيط ينرعب من هذه المسائل يعني البنك المركزي يقول مثلا ولا تأثيرات بالسوق على المحلية يعني اللي من يقول أنه احتياطات البنك المركزي تكفي لستة أشهر يعني مصر هاي الدولة اللي نفوسها ثمانين مليون وأكثر احتياطات مالتهم ما تكفيهم ثلاثة أشهر هو القصد هل تقول أنه مؤشر جيد؟ مؤشر جيد جدا وقوي أثنين لماذا لا تتحدثون بهذه الأيجابية؟ لا أدري أدري ما هو الرسالة لازم توصل للمواطن لازم نحشي بلغة المواطن حقيقة حتى يفهم هذا القصد أنه لا سامح الله لا سامح الله توقف كل شيء ماكو أي إيراد لهذا البلد ما بعنا نفط ما جبنا إيرادات داخلية بدون أي شيء ممكن هذا البلد يستمر لستة أشهر يعني من هاي الاحتياطات وهذه مسافة كبيرة جدا يعني بالعرب فحقيقة هو مطمئن لكن الناس فسروا تقول الحكومة ما راح تصير عندها فلوس بعد ستة شهر أو راح تفلس هذا مو صحيح هذا أبدا مو صحيح وأعتقد المفروض أن صارح المواطن يعني كل أرقامنا مكشوفة يعني حقيقة ما عدنا شيء نخفيه البعض يقول أنه العراق مكشوف أكثر من اللازم لا لا مكشوف يعني الدول عدها كل المعلومات عنها يعني الشركات البنوك المستثمرين شركات النفط العالمية تعرف حقيقة حتى الأسرار القومية حتى أبسط الأسرار قسما بالله احنا كنا في جولة ترويجية في أمريكا وفي أوروبا حتى نروج لسندات الخارجية يعني البلد يقترض من الخارج ويصدر سندات والله شباب موظفين عمرهم أجانبها 23 سنة 24 يعرفون أحسن من أي أكبر مستشار وأكبر مسؤول بالدولة العراق وإيش عنده واقتصاده ما يريح وش قد عنده إمكانيات وش قد يقدر يتحمل منذلك ما عادت هناك أسرار قبل الموازنة بزمن البعث الصدامي كان سر من أسرار الدولة ها سندن نشرها طيب معالي الوزير يعني بالعودة إلى البنك المركزي هناك حديث عن تناقص الاحتياطي كان 67 ونزل وانخفض إلى أقل من 55 هو أحنا أكو أكو انخفاض يعني احتياطات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي وهذه حقيقة وهم ما يقفوها لكن ما صار هل ذلك رقم محدد حتى هذا الشهر؟ لا لا أذني هو بحدود 60 حاليا حاليا يعني هما بعدهم حوالي 55 عدنا في حساباتنا كوزارة مالية عدنا حوالي 5 فبحدود 60 حاليا ممكن البنك المركزي بعد يدعم بشكل غير مباشر حقيقة ضايقة المالية للحكومة ما هو سبب الخفاض الاحتياطي؟ هو بسبب الاستيرادات هناك حديث أن الدولة يعني تعاملت بهذا الاحتياطي أو مدت يدها لهذا لا حقيقة البنك المركزي حافظ على استقلاليته وهم كان لهم دور إيجابي وبناء في دعم الحكومة في كثير من القضايا بشكل غير مباشر وبدون أن ينتهكون استقلاليتهم كمؤسسة مالية معتبرها تحافظ على سعر الدينار وتكبح جماح التضخم وأحنا نجحنا في هذا يعني التضخم عدنا قليل غياسا بكثير من البلدان الأخرى وهذا نتيجة لنجاح سياسات البنك خلال هالفترة أكو انخفاض هذا انخفاض وارد لأسباب عديدة حقيقة أحد الأسباب يعني هروب العملة الأجنبية من البلد وخروجها إلى الخارج هل تقول أن البنك المركزي باع دولار وعملة صعبة أكثر من اللازم؟ لا لا هو ذا يبيع هو حتى يحصل على أموال إضافية لازم يبيع يعني طبيعة الحياة لكن أيضا تحتاج إلى ظوابط حقيقة يعني ما تكون نعود إلى ملف الإصلاح المصرفي ورؤيتكم كوزارة مالية بهذا الخصوص بالعودة يعني للرواتب التي حضرتك تأكد أنها خط أحمر وسيد رئيس الوزراء لكن هناك تخوف يعني السلم الذي تسرب مؤخرا أثار مخاوف كثيرة من انخفاضات خفاض معدلات الرواتب بالامتيازات بماذا تطمئن يعني شريحة كبيرة من العراق هو السلم الرواتب صار عليه إشكالية حقيقة لما انطرح وتخفيضات اللي صارت المعلومات كان أول واحد التزمت بهذه التخفيضات وراثب ينزل تقريبا أربعين بالمئة وهذه الشهادة هل هناك آخرون لم يتزموا؟ لا لا قصدي يعني أنا أول الناس اللي كشفت عن هذا الموضوع فالتزمنا حقيقة بهذه التعليمات الجديدة لسلم الرواتب اتزمت بالتخفيضات الحكومية لو بالسلم الرواتب باثنين أتفن أهو اثنين أتفن المهم صارت مراجعة يعني بعد الإشكالات بعد الاحتجاجات اللي صارت بعض الفئات اللي ضررت يعني من هذا خاصة الوسطة هو الفكرة الأساسية هو إصلاح هذا النظام حقيقة يعني فيه فيه توسع كبير جدا وأيضا ما بأعدالة يعني الفكرة كانت أنه من الدرجات العليا هاي نخفض منها من الدرجات السفلة كم درجة نصعدها تلاحظوا شلون يعني بالراتب لكن الإصلاحات متواضعة على السلم وبالمخصصات بعدين لمن الحكومة شافة استجابت حقيقة مو 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 دليل جبن أو أو خوف لكن الحكومة لمن تسمع الشارع أو أي سياسة أو أي قرار إلها ممكن تراجع فصارت مراجعة أعتقد السلم الجديد يعني منصب ما الذي تغير بالسلم الجديد يعني بس على التخصيصات ما ما سووا أي تخفيضات بقوها كما هي يعني للموظفين كافة الدرجات على الراتب الإسمي فالنسبة ضئيلة أتصور خفضت لتوفير بعض الأموال للموازنة العامة يعني حضرتك في أحد المؤتمنات كشفت أن يعني حصيلة الإصلاحات المالية التي قمتم بها وفرت ثلاثة تريليون برأيك هذا المبلغ يعني يستاهل كل هذه الضجة هو كان مليار و ثلاثمئة تريليون و ثلاثمئة مليار يعني حتى أكون دقيق إياك أي شيء ممكن أنه نوفره يفيد بالتأكيد يعني شيء من هنا شيء من هناك شيء من القمارك من الضرائب من الأجور من الجبايات هذه كلها تشكل يعني أحدى المشكلة مالتنا العراق ربما يعني أعلى برد أو أكبر برد بنسبة توظيف الحكوم يعني الملايين المتوظف بدوائر الدولة كم عددهم عددهم يعني الموظفين حقيقة وصلوا إلى ثلاثة مليون متقاعدين والمشمولين شبكة الرعاية الاجتماعية هم ثلاثة أربعة يعني يعني يوصل إلى 17 مليون يعني قياسا مع تركيا نسبة التوظيف الحكومي في القطاع الحكومي في تركيا خمسة بالمئة في العراق 15 بالمئة كم مرة زاد معدل التوظيف الحكومي هو زادت حقيقة نتيجة هذه القرارات التي صارت في الحكومات السابقة ويعني بدون إدراك بدون تخطيط سليم فصار عدنا تضخم انتفاخ هائل بالجهاز الحكومي كل وزارات الدولة يعني يكون فائض حقيقة فائض كبير وأيضا مجالات الأخرى ما موجودة ما مهيئها يعني هؤلون الناس أين راح تروح يعني الخريج إذا متعين وما يتوظف لازم توجه إلى قطاعات أخرى إلى قطاع القطاع الخاص أو المشاريع الأخرى اللي ممكن هاي ما نام يعني هذا القطاع مو متنامي بالشكل المطلوب عندنا وهناك عوائق تمنع نمو أكو أكو هالتركة الثقيلة اللي ورثناها طبيعا هاي كلها ترجع إلى سياسات النظام السابقة أمان نبقى بالأزمة المالية معالي الوزير يعني أكو مفارقة هناك مفارقة أن العراق معدل النمو إنتاج الطاقة بالعراق هو الأعلى تقريبا في المنطقة وفي العالم خاصة في 2015 لكن المفارقة تكمل أن العراق لا زال يعيش الأزمة المالية شون تبسيرك لا هو عدنا تقريبا أثر أثر هذا النمو بانخفاض العجز لا لا هو اللي صار أنه العراق بلد ريئي اقتصاد اقتصاد ريئي معتمد عن نفط كمصدر أساسي لتمويل الدخل الوطني أو للإيرادات للدولة اللي هي النفط يعني ما نوعنا اقتصادنا ما رحنا باتجاه الصناعة ما رحنا منتجاه الزراعة ما رحنا منتجاه تشجيع الاستثمارات بالشكل المطلوع ما نمينا القطاع الخاص فلذلك اعتمادنا الأساسي هو عن نفط يعني على تصدير النفط واسعار النفط مو بيدنا يعني هاي قوة ومضاربات دولية وعالمية تتحكم فيها فلذلك بين ليلة وضحاها شفت أنه سعر النفط كان فوق المية وصل إلى ٥٥٥ الخبراء أكو توقع أنه هالنسبة بين الطلب والعرض الموجود للنفط في السوق العالمية ربما رح يستمر أسعار النفط رح تبقى في هذا المستوى في السنة القادمة في خليفة القادم ربما بالشهر التاسع العاشر أكو أكو توقعات قوية باتجاه أنه سعر النفط رح يصعد يعني إيجابيا للعلى هم ما رح يوصل إلى المستويات اللي كانت عليه فوق ١٠٠٠ ما أدري إيش لا لا بس بالتأكيد رح يصير تحسن هذا التحسن رح يفيدنا بس هاي التوقعات يعني أما هاي التوقعات أيضا مبنية على دراسات على دراسات علمية على متابعات ومتغيرات في المنطقة والعالم يعني نبقى في ملف الموازنة وسنستكمل الحديث عن الموازنة ولكن بعد هذا الفاصل فاصل أحبتي المشاهدين ونعود قد ينسى الناس ما نقول وقد ينسى الناس ما نفعل حسن الله حسن ولم يسمانه حسن ولم يسمانه حسن يعني هذا الطفل هي شي هذا طفل يغلق بعد ما يطلع لكنهم لا ينسون أن السكوت عن حقوقهم يكون فادحا وصعب كيف نزل زين عايشين على الله وعلى الله كيف نجيل يعني إذا يقول لنا روح وسرقه والله العبور هاي الله هذا شعر حسن واحد واحد يقفز جملة بجملة بجملة يصف العراق أخذور اختصبت شون ما سميها نازحين اختصبت راحوا غيروا بالعقارات راحوا غيروا بالطابو راحوا غيروا بالسندات نعم نبس عمارة بالسوق نعم يعني هذا عنده سيارة دولة وما عنده واسع ديني ولا عنده مرهابة الله ولا أكو من المسؤولين عليه تابعوا بالتأكيد يقتفوا يقتلوا من هنا ندرك أهمية أن نتابع نتائج ما ننقله عبر حوار معقول بين الناس والحكومة أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حوار المدى بضيافة معالي وزير المالية الأستاذ هشيار زيباري أهلا بك أهلا وسهلا أهلا بك يعني هناك انتقادات حتى من داخل البرلمان يتحدثون يعني لجان معينة مختصة في البرلمان تصف أن الموازنة تقول أنها غير واقعية إراداتها افتراضية ومبالغ بها يعني هناك احتساب سعر البرميل للنفط هناك مبالغة في الإرادات غير النفطية هناك يعني تفاؤل أكثر من اللازم في ما يتعلق بالقروض الخارجية يعني من هو المسؤول عن صياغة هذه الموازنة لا وزارة المالية مسؤولة أساسا ودوائر الوزارة ووزارة المالية لما تعد الموازنة تأخذ رأي الوزارات الأخرى أيضا بها يعني لكن هي الجهة المعنية المسؤولة حسب القانون أنه تقدمها لمجلس الوزراء مجلس الوزراء بعد أن يصادق عليها يرفعها للبرلمان وهذه السنة الثانية والحمد لله احنا قدرنا أنه تقدم موازنة 2015 2016 في وقت توقيتها الزمني مع الوزير ما يتعلق بسعر البرميل للنفط سعر البرميل هم راح أجي هل يبدو متفائل لا هو أشوف هذه التقديرات تجينا من وزارة النفط تجينا من من الشركات الاستشارية التي نتعامل بها استشارات دولية يعني موهج السعر الذي احنا خليناه 45 للبرميل وعلى ناس قالوا هذا سعر متحفظ مفروض تزيدوه لأن أسعار ستكون أحسن المعلومات قبل كم يوم كنا في مشاورات فنية ومطولة ومكثفة مع صندوق النقد الدولي هم اختراحهم كانوا زيدوا إلى 48 49 فلذلك لكن العلاق يبقى نفط يعني تحت الاربعين صحيح بس هو الموازنة شنو هو تخمين تقدير يعني تقدر هل قد تجيك واردات هاي مصروفاتك هل قد فلذلك تبني خطتك على ضوعة يصير عندك عجز شلون نضغط العجز عندك وفرة مالية شلون تستفيدها من هاي الوفرة المالية لمشاريع بنية تحتية استثمارية إلى آخر فلذلك ما يطرحه سادة النواب ومصر كل صار خبير بالشؤون المالية والاقتصادية والماكرو والمايكرو ايكوناميكس الموجودة شي عادي طبيعي يعني من حقهم البرلمان يعني هي الجهة لها معطيات حقيقية يعني عندما يتحدث احنا راح نناقشهم احنا منفتحين عليهم ما متقاطعين طلاقا يعني هم يتحدثون ان الفاق الحكومي بقي على حاله هذاك اليوم هذاك اليوم رحنا مع سادة الوزراء وزير النفط وزير التخطيط رحنا ووضحنا لهم كثير من الأمور على الموازنة واحنا رح ندزلهم تعديل على القانون الموازنة الموجود لان صارت بعض التعديلات يسر بمن تخفيض الموازنة تخفيضها إلى نسب معينة ولتمويل العجز حقيقة من أكثر شيء مصادر داخلية وخارجية بس الموازنة تكون ممولة نفسها بنفسها خلي نسميها الموازنة نحاول نسويها أقرب إلى واقع الحال ماكو موازنة فلكية وتصورات غير حقيقية النفط هلقى الديجين التزاماتنا هلقى مستتوقعون أنه تحصل الموازنة 13 مليار الموارد الغير نفطية هلقى تقديراتنا هلقى الجبنة في هذه النقطة بالتحديد يعني الموارد الغير نفطية يعني تبدو الموازنة متفائلة أكثر من اللازم يعني العام الماضي أو هذا العام ما استطاعت للحكومة جباية أكثر من 2 أو 3 تريليون بينما الموازنة الحالية 13 تريليون حقيقة مو صحية تدري يعني يكون بعض الأرقام تنطرح مو دقيقة تقدر تعتمد على أرقام وبيانات وحسابات وزارة المالية أكثر شي لهذا العام كم هي الإيرادات غير النفطية؟ بعد ما شفناها إلى نهاية السنة حتى نعرف بس أكثر مما يقولون هو تقريبا نحن جبنا سابقا إيرادات غير نفطية وصلت إلى 9 تريليون وشوية كسر حسن بهذا القانون الموازنة تصور بين 7 و 8 حطينا تقريبا اللي ممكن استفاة وليس 13 لا لا تصور بهذا الحساب بعض النواب يتحدثون عن 13 تريليون لا لا هو شوف هو بالحسابات يحسبون مثل حوالات خزينة ويا هذا اتفقنا أنه نعزلها هذا شيء آخر سابقا كانت الحسابات تشمل هذا فيطلع الرقم عالي والقروض الخارجية لا سندات الخارجية لا سندات الخارجية عدنا هساب تريليونين راح ممكن أنه نصدرها يعني حتى نجيب أموال للتمويل عدنا أيضا دعم من البنك الدولي عدنا أيضا من الوكالة اليابانية للتنمية عدهم ولذلك لكن الجزء الأكبر من تمويل العجز حقيقة حصلنا عليه من مصادر داخلية من المتبقي من عوائد الدوائر الحكومية مثلا هاي تظهر في الحسابات الموازنات الدوارة أكو البنك المركزي مثلا عنده نافذة من البنك المركزي راح يساعدنا في مبلغ مالي لتخفيض النسبة للإحتياط القانوني مثلا عدنا حوالات خزينة نقدر نصدرها لكن عجزتم في هذا العام لا 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 ما عجزنا البنك المركزي راح يصدر سندات وطنية حوالي خمسة تريليون فلذلك معظم التمويل مع الوزير العراقي ما يخلي فلوسه بالمصرف فكيف يشتري لا لا يشترون عيني هذا موصح يعني نجحنا في السنة الماضية لولا هاي حوالات الخزينة وقمنا ندور وين أكو فلوس ميتة موجودة ما تحرك حركناها حتى نمشي بها أمور أمور البلد وإلا كان وقعنا فلا لا أكو أكو يقبل عليها على ذكر المساعي اللي تبذلها الحكومة ووزارة المالية والجهات الأخرى لسد العجز وحضرتك أشرت أن أنكم قمتم لأول مرة أو من المرات النادرة بإعداد الموازنة قبل وقتها المحدد وكان مثار للتفاول بين الأوساط السياسية والمراقبين لكن هناك من يقول أنها تأخرت بسبب اشتراطات صندوق النقل الدولي لا لا أبدا ما هي هذه الاشتراطات؟ لا يوجد أي اشتراطات حقيقة أو أي حكومة أي دولة ما تقدر تشتغل وتعمل بشكل سليم بدون خطة مالية بدون موازنة يعني كثير من مشاكلنا اللي ورثناها في 2014 ما كانت أكون موازنة يعني الحكومة استلمت أو إحنا دخلنا سنة المالية في وزارة المالية ويعني المبلغ الموجود كان 686 مليون دولار في 2014 يعني من دخلنا في 2015 هاي الحكومة لمن دخلت السنة المالية 2015 كان في حساب وزارة المالية 686 مليون دولار فقط أقل من المليار دولار أقل من المليار بس ناس ما تسأل شلون مشينا لكن رئيس الحكومة السابق نفى هذا الموضوع لا لا هي موجود هاي أرقام أي واحد لكن أيضا هم يتحدث عن أرقام أدري بس أرقامنا موجودة وخلنا نجيب شركات أجنبية تدقق وتكشف حقيقة ما هاي ما تقبل غلق طيب ما هي اشتراطات صندوق ماكو أي اشتراطات ولا هي كحديث عن إلغاء الدعم على البطاقة التموينية والكهرباء أبداً مصحيح أبداً مصحيح أبداً هاي كلها دعاعات غير حقيقية باطلة أحنا دخلنا في مع صندوق النقد الدولي في برنامج يسموه Staff Monitor Program ممكن أي واحد يطلع عليه موجود عن الويب سايد معناتهم اللي هو برنامج مراقبة موظفي صندوق للسياسة المالية والاقتصادية بالعكس هم يريدون يساعدونها شلون نحسن من الإدارة المالية والسياسة الاقتصادية للحكوم وما بي أي فلوس عن البرنامج وما بي أي التزامات أو اشتراطات عليك تلاحظ شلون لا بالنسبة للرواتب لا بالنسبة للنازحين لا بالنسبة للدعام إطلاقا لكن خلال ستة شهر رح يشوفون هل أنت التزمت مثلا بها الموازنة هل خفضت فيها الجوانب هل ساعدت فيها الجانب الآخر وعلى ضوها هايتساعدنا هايتعزز من مكانة العراق من مصداقية العراق عند الآخرين نقدر نحصل على سندات على قروض بطريقة أسهل نقدر إذن الصندوق النقد لم يؤخر لا لا أبدا لكن قيل تم إعادة الموازنة من البرلمان للحكومة لم تعاد الموازنة موجودة مثل ما قلت عند البرلمان والحكومة ما رح تصحب الموازنة من البرلمان وبدوا سوين قراءة أولى وثانية عليها التفقنا ويا البرلمان ذاك اليوم ومثل ما قلت لك باتشرهم مجلس الوزراء رح يبحث أن الحكومة رح تدس تعديل تعديل على هذا القانون أبرز التعديلات يعني في أي أبواب لا لا هو أبرز التعديلات على تخفيض الانفاق الكل تدري يعني بدون مثل هذه الأساسيات اللي قلت لك عليها هناك شكاوى يعني من تخفيض ضيطال مثلا موازنة الحجر الشعبي النازحين أبدا حقي اليوم كانوا الأخوان في الحجر الشعبي موجودين عندي وأتصور ندعمهم دائما يعني ندعم قوات المسلحة بشبرقة دعمناهم حاليا لازم ندعمهم أيضا أكثر فلذلك مهمة مواجهة داعش والإرهاب أولويا بالنسبة للحكومة هي ما تقبل أخذوا عطا إطلاقا كم هي نسبة موازنة الدفاع والأمن بشكل عام هو تطلع أكثر من 20% تطلع أكثر من 20% نسبة عالية زين يعني الموازنة نصت حتى الموازنة السابقة موازنة هذا العام يعني نصت على سد العجز من الضرائب وقروض وتعرفة قمركية لحد الآن لم يطبق مع عدى ضريبة النقال صحيح برأيك لماذا؟ مع الأسف حقيقة مفروض كنا ننجح ما هي أسباب فشل استفاءة الضرائب وفرض التعرفة هو أسباب حقيقة أنه قانون تعرفة القمركية قانون أصدر البرلمان يعني ما جابتها وزارة المالية من جيبها ومن محل آخر الحكومة وافقت عليه موجود مفروض يطبق بس كثير من المنافذ ما تطبقها وتتحجج تحديدا يقال أنه قليم كردستان لا يطبق صحيح؟ أنه الأقليم ما يطبقها فلذلك أحنا هم ما نطبق شون الصحيح مع علي وزير لأنه هو يطبقوها بطريقة أخرى المفروض أحنا اتفقنا ويا الأقليم سابقا أنه لازم تتوحد القمرك يعني في كل العراق مسألة سيادية كثير من الأمور الأخرى وافقوا بس اتأخروا حقيقة بالتنفيذ وهي حقيقة واحد لازم يقولها لكن تحجج كل مرة بالأقليم إلى آخر يعني ما رح نقدر نسوي أي شيء طبعا ما رح نقدر نسوي أي شيء يعني ما نجحنا أمانة ما نجحنا في تطبيق قانون تعرفة الأمريكية ولا الضرائب ما نجحنا في استفاء ضريبة المبيعات ما نجحنا في استفاء تعرفة الكهرباء مثلا سلم الرواتب أيضا يعني نجاح جزئي أقدر أقول مو نجاح كلي فلذلك هاي الأمور لازم يكون عندنا وقفة حقيقة لا يجوز وما نقدر يعني قايل أكثر من مرة أنه هذا البلد وما نقدر نستمر كما كان في السابق لازم نسوي إصلاحات لازم تكون عندنا استجابة لهالتحديات ولازم نضغط على نفسنا أكثر لكن الكل لا يريد أن يعني يتحمل جزء من المسؤولين لازم يعني المحافظات تتحجج بمحافظات أخرى أدري هو الوعي 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 ضعيف مع الأسف الشديد والضرائب شنو لازم يساهم يشارك بها كل المواطنين يعني مسؤولية سبب الدول الأخرى ليش نروح إلى أمريكا وأوروبا هاي إيران جارتنا هاي الأردن هاي الدول الخليج هاي مصر هاي كل هالدول يعني توفر كثير من إيراداتها من هاي الضرائب الداخلية والإيرادات الداخلية فيما لو فرضت الضرائب يعني كم تقدرون الإيرادات يعني والله رح ترتفع النسبة بالتأكيد هو نحن جد من نقدر نرفع عجم الاستيراد العراقي يعني نرفع من نسبة الإيرادات الغير نفطية كل ما كان وضعنا أأمل من الاعتماد عن نفط أسعارها نزلت خفضت على الأقل عندك فدوعاء تقدر تعتمد عليه لأنها تحت سيطرتك أنت تسيطر عليها فهو هذا الهدف يعني لتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد كلية على النفط يعني هل تتوقعون فرض الضرائب في العام القادم هل هناك آليات بهذا الموضوع مفروض بالتأكيد قانون الموازنة موجود ولازم العالج كل المعاوقات التي تمنع يعني فرض الضرائب عادلة بالتأكيد وما هو ضمان أن لا تتراجع الحكومة أمام الضغوطات الانتقادات المفروض المفروض الاقتصادي والمالي ما يتحمل بعد لكنها تراجعت أمام الانتقادات التي وجهت لسلم الرواح هالفترة صار مراجعات لعدد من هاي القوانين بسبب هاي الضغوطات والإعلام والتصريحات وكثير من المسائل السلبية حقيقة تقاطعات السياسية يعني مع الأسف واحد شي يقول سياسة الداخلة في كل شي ما هي ضمانات أن لا تعود في هذه التقاطعات والله المفروض تقريبا نحن من واجبنا أن نضع الحكومة والشعب أمام الواقع هو هذا الواقع الموجود يعني ما عندنا شي نخفي عليكم لازم نصارحكم لازم نأمن أيضا يعني المعاشات الرواتب حياة أفضل لكم بس هو هذا الواقع يعني ما نتحرب منه ولا نزوره ولا منطيفة صورة زاهية عن يعني عن الأزمات وعن العلاقات الداخلية والتقاطعات السياسية نستكمل الحديث معك معاني الوزير ولكن بعد هذا الفاصل ونعود أحبتي المشاهدين عن العراق والشرق الأوسط ماذا يكتبون كيف يقرؤون الأحداث ما هي رؤيتهم للمشهد السياسي على أي أساس يحللون نعم أتحدث عن الغرب عن قراءاتهم وتحليلاتهم وعما جاء في صحافتهم بعض القصص تبدأ من النهاية بعض الحكايات لم تكتمل في هذا الوطن كثيرة هي المواضيع الملفات القضايا طريق البحث عن الحقيقة ضويلة لكنه يمر عبر القلوب عبر نبض الناس أهلا بكم أعزائي المشاهدين مع حوار المدى بضيافة معالي الوزير المالية السيد هوشيار زيباري أهلا بك معالي الوزير أهلا وسعلا يعني على ذكر العلاقة مع الإقليم حضرتك كنت توصف بساعي بريد بين بغداد وأربيل في أزمات يعني في أيام الأزمات وفترة التوتر في الحكومة السابقة لماذا تراجع دورك لا ولا زال نفس الدور تقريبا لكنه أقل يعني لا لا غير منظور ربما لكن لا زال هذا الدور موجود ومهمة أيضا نتشرف بها أنه ما بس ننقل رسائل ننقل يعني تصورات نشرح الوضع نحاول نأثر بالقرار السياسي خصوصا ما يتعلق بالسياسة المالية والأزمة المالية على الأقل يعني بالنسبة للإقليم نقولهم بابا سابقا إذا كانت عدكوا أوهام أو تصورات أن الحكومة مدى تقولوا لكم حقيقة ترى الحسابات هاي الحكومة هل قد أدها أموال ترى مدى تحاول تخدعكو لا للوضع صعب إلى آخر بس هاي الالتزامات اللي عليكو هاي الالتزامات اللي علينا وهذه الالتزامات لازم ننفذها بحسنية بأمانة نجحنا العام الماضي بالتوصل إلى الاتفاق النفطي مع الموازنة ودخلنا عسنها دخلنا حصة الأقليم حقيقة كما هي في قانون الموازن 2016 ونتوقع وصول وفت من الأقليم يجي حتى قبل أن ما يقر البرلمان الصيغة النهائية للموازنة لازم يعني نتفاهم وياهم على على فالشيء ملموس إذا الاتفاق الموجود ماشي أهلا وسهلا إذا ما ماشي دعاكم مفترحات سنعود للاتفاق النفطي يعني هو التزام متبادئ يعني حتى لمنخلي حصة الأقليم في الموازنة يعني إذا الأقليم ما يلتزم الحكومة ما تلتزم في دفع هذه الرواتف فتبقى يعني في الموازنة العامة للدولة يعني هل ستثمر مساعي معاليك في فرض مثلا الضرائب توحيد التعرفة القمركية توحيد السياسة المالية هو استغلنا على هاي الأمور حقيقة كثيرا يعني مو مرة ومرتين وإلى آخره أكو أرضية للتجاوب أكو أرضية للاتفاق يعني مو كل الجسور منسوفة وإلى آخره بس تسمع مؤخرا مع الأسف الشديد أكو نعرة نعرة أقدر أسميها عنصرية أصوات شوفينية بدت تتصاعد في كثير من المجالات ضد أي شيء إلى علاقة بالأقلي من الجانبين هذا الموجود حقيقة شفناها لا والله تزداد أكثر يعني في كثير من الأوساط السيئة ده يحركون هاي المشاعر اللي هي مؤذية جدا للوحدة الوطنية لوحدة الشعب هاي كانت مموجودة أصلا يعني رواهر غريبة وعجيبة ده تظهر يعني في المواقع التواصل الاجتماعي بكثير من التصرفات السيئة والممقبولة إطلاقا وهذا داعي لتسريع التسوي بين الجانبين هو بالتأكيد بالتأكيد هو مصلحة الطرفين مصلحة البلد والشعب أن نتوصل إلى تسويات إلى توافقات في هذا الموضوع طيب يعني الكل يتحدث عن أزمة وأزمة ووفود كردية تأتي إلى بغداد وأحاديث من هنا وهناك بغداد ترود الأقليم ينتقد ما هي حقيقة الأزمة يعني هل أن بغداد تحجب مخصصات الأقليم أم أن الأقليم لا يمنح بغداد إيرادات النفط التي تصدر عبر تركيا ما هي حقيقة الأزمة بالضبط طرفين يتحملون المسؤولية حقيقة بالاتفاق يوجد طرفين يعني مو صحي وحسب متابعتي وانهماكي في هذا الموضوع أعرف وين مواقع الخلل يعني مع الأسف الردود الفعل كانت دائما سريعة ومتسرعة وغير ما فصلا من الطرفين أما أقول لك يعني لكن بالاتفاق كان أكو مبدأ حاولنا أن الأقليم راح يساعد أو يصدر هل قد كميات من النفط لصالح شركة سومو للموازنة العامة هذه الأموال تجي ذلك هما يأخذون حصتهم زين من الموازنة العامة وإذا طرف أخل بهذا الاتفاق الطرف الآخر هما راح يلتزم هذا اللي صحي من الذي أخل أما الطرفين أمانة نجد أقول لك الطرفين يعني مغداد تحجج حينها تحجج رئيس الوزراء أن الإرادة النفطية والأموال المتوفرة كانت قليلة وهذا ما لا يتفهمه لا لا هو صحيح هو نشوف أحنا عمل ضحنة هذه الحقيقة هذا صحيح سيد رئيس الوزراء كلامه صحيح يعني هو حصتهم صحيح 17% الموازنة اللي خليناها هم موازنة افتراضية بالتأكيد يعني فلما نجي ندفع نشوف من المصروف الفعلي شقد موجود حتى ندفع لهم من المصروفات الفعلية فلذلك يعني الحكومة ما عدها سيولة يعني ما ندا تقدر تمول وزاراتها وهيئاتها وكثير من القطاعات الاخرى فلذلك لازم حاولنا نفهمهم ما مترى الوزر يعني لا يتفهم الازمة المالية يعني طبيعي هم كان عندهم تصورات انه لازم انا حضرتك انه ما تتبذل الجهود الكافية لا لا احنا بدلنا جهود جبارة هائلة اكثر من ما يتوقع لكن الانطباع هو هذا الحكومة كان عندها انطباع خاطئ انه الاقليم ما دام وافق على تصدير خمسمية وخمسين الف فمن اليوم الاول لازم نحاسبه في حين هو معدل معدل سنوي معدل سنوي معدل سنوي خلال هالسنة انت مفروض هلقا فلذلك صارت هاي الاشكاليات اللي عطل الاتفاق مشينا به حوالي خمس ستة شهر زينا حقيقة بعدين ما صار التزام لم من الاقليم راح قال من وقع الاتفاق برأيك من كان طرفاء يعني على الرئيس الوزراء مع الحكومة الاتحادية أوساط رسمية كانت من وقع الاتفاق وزير النفط لا لا هو الطرفين يعني كانوا على تفاصيل رئيس الوزراء الاتحادي رئيس الوزراء الاقليم وزير النفط وزير الثروات كنا كنا موجود لكن يقال انه كان اتفاقا شفويا يعني هذا الاتفاق دخلنا ابن الحلال بقانون الموازنة هو الاتفاق دخلناه بقانون الموازنة صار قانون في 2015 هو اريد له ان يكون يعني مقدمة لتسريع لاتخال بالموازنة لا لا ما هو تفاصيل هذا الاتفاق لا لا هو موجود تراجع تشوفها يعني شنو المطلوب من الاقليم شنو مطلوب من الحكومة يعني بعض القادة السياسيين يقولون انه لم يكن له لم يتضمن تفاصيل لا لا تفاصيل واضحة مبادئ بسيطة كلش وموجودة ومذكورة ومنصوص عليها في قانون الموازنة ولذلك ظهرت هذه المشكلة انه يحتسب يعني معدل الانتاج في الشهر ام في السنة قد هو تفسيرات ماكو لكن كاتفاق ضمننا بقانون الموازنة اللي هو اعلى قانون واسمى قانون بالمدد زيان سيادة الوزير هل هناك امكانية لتجديد هذا الاتفاق بشكل اوضح واكثر تفصيلا اكو امكانية فرصة لا زالت موجودة بس حقيقة وقد ادهمنا كيف سيتم معالجة يعني اذا البرلمان باتش لا لا هو هاي هو هاي هو القانون الموازنة حاليا مجلس الوزراء داز للبرلمان برلمان ده ناقشة اكو هذا التعديل راح يروح على قانون الموازنة اللي ذكرنا فبعدين اذا صنر القانون ما صار اتفاق معناته صار جمود ايضا يعني الطرف راح يلتزبون لكن يبدو الوضع الان افضل الاقليم يصدر ستمائة الف برميل فيبدو انه الالتزامة اكثر سهولة الا يبدو الامر هات لا ادري بس ماذا يعني ماذا ينتهى الفلوس للموازنة يعني الالتزامة يكون اسهل هو في السابق تحجج بعدم استكمال امور الفنية انا وانت شوية ماذا نفهم الموضوع يظهر ممكن توضحنا ايه واضحة كلها شبنا الحلال هو الاقليم راح يصدر خمسمائة وخمسين الف برميل عن طريق سومة نعم هاي الفلوس تجي الى الموازنة العامة تجي لخزينة الدولة منها الحكومة الاتحادية تعطي الاقليم حصتها 17% من المصروف الفعلي الى اخره هذا من الاقليم قرر انه هو راح يصدر مرح ماذا ينطيها هسل الحكومة نعم هو راح يحسبها انه عنده مصاريف عنده التزامات عنده الرواتب عنده حرب ضد داعش عنده اكثر من مليون وشوية نازح عربي من سكان بقية المحافظات عنده عنده مستحقات من الشركات النفطية الى اخره يعني وفق هذه المعطيات المفروضة يعني يكون الاتفاق اسهل هذه السنة يعني عنه في السنة في العام الماضي يعني باعتبار البنية التحتية لتصدير النفط الكردي استقرت الارقام والمعدلات مستقرة هل تبادلني هذا التفاؤل مع الوزير؟ لا عيني لازم يصير الاتفاق هنا تدري يعني هاي المسائل تكون مرتبطة ببعضها ببعض يعني الاتفاق صاير ويا الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقليل الطرفين لازم يلتزمون بهذا الاتفاق طيب برأيك يعني احنا شفنا الازمة المالية تعاني من عتا بغداد واربيل هذه الازمة المالية اهلا امتضع الجانبين امام مصير واحد؟ الازمة المالية اعمق في الاقليم سبب ان الحكومة حقيقة انقطعت مستحقات الاقليم في 2014 وصوت ازمة ازمة اقتصادية ازمة سياسية ازمة اجتماعية لذلك الحكومة اجت بتوجه بنفس جديد لمعالجة هذه التركة حقيقة وبدأنا في السنة الماضية دفعنا يعني دفعتين للاقليم هذه السنة لما توصلنا للاتفاق بدت الحكومة تدفع بعض المستحقات حسب حسب النسبة والتناسب لتصدير النفط فالجو افضل حاليا بكثير لكن الكل يدرك انه اكو ازمة مالية ازمة اقتصادية عميقة بالمل يعني لازم يصير تعاون لازم يصير تفاهم اكثر لازم الطرفين نسعون يعني في ايجاد تسوية وايضا هناك حاجة للاصلاحات الادارية الاقتصادية المالية لتخفيض يعني هذا الحجم الحائل من النفقات يعني برأيك لا يعود هذا السبب بالازمة المالية لوجود رؤيتين متعارضتين لدى بغداد واربيل لحل الازمة المالية وكل مفاصل الازمات اللي يعيشها البلد لا بالتأكيد بس الازمة المالية والاقتصادية هي جذر كل الازمات تقبلها يعني تأثر على حياة الناس المواطنين الاعتياديين ونحن نفتقر لرؤية واحدة بالتأكيد فأي حكومة تحترم نفسها تستلم مسؤولية لازم تأمن أبسط متطلبات وشروط الموظفين المواطنين من الخدمات من المعاشات من الالتزامات الاجتماعية الأخرى فالبلد كله في أزمة يعني اقتصاد العراق عمليا مهما كان اقتصاد موحد يعني رغم التشكيلات الإدارية أو مساء الأخرى يعني الدينار لا زالت العملة الوحيدة اللي يتعامل بها الكل نقدية مثلا فلذلك القليم يتأثر بما يجري في بقية المحافظات الوضع هنا يتأثر هناك فأكو أكو إمكاني أكو فرصة يعني ما أشوفها مستحيلة لكن الغريب أنه في ظل أجواء التفاؤل والتقارب بين الجانبين خصوصا بعد حكومة السيد العبادي لكن للأسف البعض يستغرب من عدم التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل هو الاتصالات موجودة الحوار موجود لم ينقطع ليس كالسابق أثنين حقيقة الناقص هو أهم شيء هو الإرادة الإرادة السياسية لأن إذا متعنج هذه القضايا والمشاكل تسيب تراكمات بعدين لا سمح الله تنفجر في قضايا أخرى مع الوزير تحدثنا إلى ما يتعلق بالفساد والأزمة التي واجهها البلد وجذرها التي تعلق بالفساد في مؤسسات الدولة والبيروقراطية كيف تعلق على الوثائق التي كشفتها المدى مؤخرا عن فساد المزاد العملة وعن تسريب المليارات وماذا تفسيرك عن هذا البرود والتراخي في التعامل مع هذا الملف لا ما نشرته المدى صحيح يعني ما يكون علي أي لبس أو حقيقة وأنا بحكم موقعي وعلاقتي مع المرحوم الله يرحمه الدكتور أحمد الشنبي رئيس النجدة المالية تعاون في كثير من القضايا لجمع هذه المعلومات لأن هي هذه القضايا الفساد الكبرى هناك فساد آخر سوء استخدام سوء تصرف تبذير هنا هنا بس لكن إذا تروح على القضايا الكبرى للفساد هي هاي مثلا وتحتاج إلى معالجات بالتأكيد يعني توعية الناس بها زين لكن إجراءات قضائية إجراءات حكومية مفروض التابع ألا تشعر أن هناك تراخي في تعاطم عاد الملف هذا يعني خروج للعملة الصعبة البلد يحتاج إلى الخارج يعني عدد محدود من الناس يعني حرامات هذا ما موجودة بأي أي ما تقديراتكم في غسكي الأموال الذي حدث عبر هذه الآليات المتويلة هي الأقام موجودة بهذه الوثائق يعني هناك تقديرات مئتين مليار أو أكثر لا لا هو الوثائق للنشرة تتصور دقيقة تحت يعني ستة سبعة مليار دولار ملف واحد لمصر أدري أدري بس على أقل هذا قضية محددة ثابتة بالأرقام بالوقع لماذا لم يتم معاقبة وملاحقة من قرارة هذا الموضوع مفروض عند مجلس القضاء مفروض عند الحكومة الحكومة والقضاء يدخل ويتخذ إجراءات لكن التقصير يطال مفاصل تابعة للوزار كمصرف الرافدين ومصارف عيني هسوش قد نحن نصر من نحتي على الفساد وهذا لم أعرف سوي إيش وهذا ما أدري شم سوي وإلى آخره لكن هذه الوثائق طرحت قضية محددة فمجلس النواب القضاء الحكومة المفروض يعالجوها هناك جدية لمتابعة هذا الملف مفروض مفروض أكو جدية شكرا معا للوزير لهذا الوقت وليهذه المقابلة أشكركم أعزائي المشاهدين وحتى لقاء آخر أستودعكم الله مع السلامة